بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآله محمد احنا اليوم فقرة عجود جصانية واحنا اليوم امام عجد من عجود هالي الجصان القديم يسمونها عجد بيت عبدالي وهاي البساتين المحمولة وهاي بستان حج مجيد اللي نحن نسميها أم الولاية دائما معروف وأنها أم الولاية يشتسم بستان حج مجيد أم الولاية هي البستان قريبة من الولاية ودائما يصير بواجهة المنطقة أول ما تدخل هاي المنطقة فتصير أقرب شيء على الولاية فيسموها من الولاية نعم قريبة على البيوت المحمولة أقرب شيء أكيد هاي المحمولة شيء عام إنه قريبة على البيوت حتى شفصة بنو بيها بيوت هناك بيت جابر بنو بيها هاي البيوت ولان قريبة يعني ماكي فرق بينها وبين البيوت البيوت التلاء القديم نعم نعم نحن متجدين بداية هذا العجد القديم هو عجد بيت عبدالي أول بيت اللي راح نشوفه بيت هاي البيوت عبدالي ولان هما أغلب الناس هما من عشرة الشحمان فخض العبدالله نعم فأغلبهم هناك شعرون ساكنين ومجمعين هما أقارب أولاد عام وأقارب فهذا البيت قبل أحنا ما نسكن به هذا البيت هو بيت فرحان فرحان هو أعطت نوبسكن به أستاذ أحمد سمور نعم هذا البيت لحد الآن نسميه بيت سفوري السفوري بأستاذ هذه أعتقد هو الحد الآن الله يحفظه أستاذ هذه هو هذا هذا بيت سفوري هذا بيت جد عيدان محمد جويت نوع فرحان ايه هذا هذا حتى لا نعبر هذا البيت احنا سكننا به النوع بعدين بيت حسن عيدان محمد جويت سكننا به وبنيناه احنا من جديد بيت من الطريفة اللي كانت به احنا جنجهال هنا كانت تعرف بسج مال بعرور نخلي به قبل يخليهم به بعرور فمنه احنا لقينا طباشير نحفر نحفر نطلع بعرور حتى للتنور قبل تعرف قبل ماكو تنور استهيل وماعرف من هاي السوالف فلقينا طباشير هاي طباشير الاستاذ احمد سمور حتى الله يحفظها سأل الله انه يديمه ويطي الصحة فطلعنا هذا الطباشير وقمنا ما خلينا باب ما كتبنا عليها ما خلينا لا خلينا كنتور فشيبعنا كنتمور هاي الطباشير مالاستاذ احمد مرات الطباشير مالاستاذ بسج هذا كل بيت قبل يخلونهم فد مخزن صغير ذبون بمثل بسج حتى البعرور بالشتاب للتنور فقيت لك احنا جهال شنا نجيب هذا الطباشير ونوزع على جهال العجيد بواكيت ايه فهموا من شاء الله وبعد بقى بمكانه مدفون احنا منطلع انطلعنا هاي البواكيت وقمنا ما خلينا لا باب ولا حايط ولا أبد فكل ما نجيب جهال جهال ما العجيد كلهم نكتله وكلهم تعيص وشانه من يون طلعتوا هذا الطباشير ايه كلا قنصنا فهذا هو بعدين احنا اخذناه طبعا بحلال شان سكننا به تقريب بالثمانيون بالستة وثمانين بالضبط وردينا بنيناه من جديد وسو عمرناه مرة أخرى هسا بيعناه على بيت علي نزارة علي حج يسر أبو حيدر هذا البيت هذا البيت عيدان محمد الجويد بيت جدي عيدان محمد الجويد هذا طبعا بيوت هذه المنطقة بيوت جلصان بالعموم بيوت صغار به عالتين ثلاثة بس مثلا هذا بيتنا القديم إنه غرفة صغيرة وغرفة ثانية شوية أكبر منعتها وهول نسميه طرمة قبل بعدين أخذوا هذا كان هذا البيت نسميه بيت حسون وبيت بهيجة لأن ذكر عليه نحن الجهار طبق أخذناه بنيناء بنيناء وضميناه للبيت الثاني يعني أنه شار بيت صار بيت صار بيت صار بيت مستقل لا طبقنا البيت كان بيت مستقل نعم فطبقا ووسعوا البيت هذا البيت نسميه قبل بيت حلال هو كان بيت حسون نسميه للتالي يعني إحنا جهال وكبرنا هو بيت حسون أهم أنه بناء بناء بيت حسون عند أولاد والله أنا بالضبط ما أعرف يعني منه منه أولاده ما أعرف يعني ما لحقت عليهم بس الثاني التسميه موجودة نعم بناء قاعد بيه النوب هو على أساس هو بيت بالأصل بيت راجع هو البيت فاضل عباس وحسون أخو فاضل لا بيت رضق شان هذا بيت فاضل عباس الله يرحم فاضل عباس أبو هذا تروح تسأل تروح تسأل واحد يمكن نسأل الجماعة يقول ماكو مثلا اي فهذا هو بيت فاضل عباس نعم اي فهذا بيت فاضل عباس الله رحمه فاضل ابو دكتور باسم هذا البيت اللي راح نوصل له هو بيت حجي خشان الله يرحم حجي خشان هذا هذا هو هذا هذا بيت حجي خشان بيت حجي خشان وباستاذ راضي اللي هسا ندعو له بالسلام ان شاء الله شوية مر بوعك صحية هذا يعني احنا قضينا طفولتنا تقريبا هنا اول ما طبيب كنا البيت الديوانية كان دكتور خلدون ابن استاذ راضي اذكر يعني احنا كان حتى مجلتها الديوانية مالتا كانوا متقفين يعني كل هما استاذ راضي وعدا مكتبة احنا حتى من شنا ما نعرف شي بالمدرسة ما عدنا حد يغلن نجي هنا نتعلم من عدهم يعني نسألهم على نسألهم على الاشياء اللي مثل ما نعرفها اذكر يعني كانت قصص عدس الدكتور خلدون يعني لحد الان اه ومجلد جسمها مالتا الحيطان قبل تعرف ما كوا اصباغ مثل الجرايد ومواضيع شوفها ومكتبة مالتا تحتوى القصص داما يتابع هو شون قصص مال اجاتك رستي والجماعة عائلة مثقفة اي الحمد لله خرجت المعلمين ومدرسين الحمد لله وما زال الحمد لله هذا شوف من هنا هذا ذول البيوت بيت عليكم السلام بيت محمد سلمان وبيت عوين سلمان يعني هذا البيت صار مال حلال طبقوهن بيوت محمد سلمان وعوين سلمان هم ذول بيت هم ذول كلهم عمام وكلهم اهل كانوا بهذا العجد هم ساكنين اه فهن ذول بيتين كانوا من الطابقات لهم يعني بيت محمد سلمان واخوهم صالح سلمان وهم الحسينية اه اه هذا البيت اه هذا منه هصلا هذا هو يعني هم نفس المساحة هي من هناك بيت عوين سلمان وبيت صالح سلمان طبعا تغير هذا البناء الجديد كلها البيبان كلها تبدلت يعني اذكر هناك كانت هنا الباب يعني قبل الخشب ايه قبل جضوع بيبان وتختلف مو هم اماكن هم هاي الاماكن اه هذا الفرع من المطببي هلا مطببي لو نطب نوصل البيت نوصل من هنا مو مشكلة ايه هذا احنا من جينا يعني لقينا بيت اه حمادي بيت حميد يعني ابن اه ابو محمد اه ابن حيد هاشكا اه هنا موجود ساكن هنا يعني هذا اللي اه اقدم من عنده منه ما اعرف يعني منه استذكر يعني الاسم بس لا مو بيتهم قبل كان عندهم اه بيت او شخص كان ساكن بي بس ما عرفه بس ما استذكره حسا حاليا اه هذا البيت بناه ابو محمد حامد عبدالصاحب كان ساكن بي وبعدين بعد بالاصل هذا البيت الاهل ام هشام الله يرحمها والله يرحم هشام مناف بيت حجي مجيد والدتهم اهلها هنا ساكنين هسا منه بالضبط ما اعرف بس انا يعني من شنا نعرف انه هذا بيت اهل الحجية ام هشام الله يرحمها ويرحم ابو فراسل هسا اه كان الحامد عبدالصاحب بعد هسا منه سكن بي ولد من ديالة جايين هنا اي هذا بيت عبدالصاحب الله يرحمهم جميعا وعن الناس الطيبين هذا بيت عبدالصاحب بيت عبدالصاحب الاولي اللي احنا نذكر بابو مهدي ابو صلاح حسب الكوت وحبيب الله يرحمه ابو احمد وحامد هسا سكن بي حامد عبدالصاحب ابو محمد يعني ما شفنا احنا من هاي الناس والساكين بهاي الناس الا الطيب يعني ما فد يوم شفنا فد شي يزعجنا يعني بالعكس كل التالوف الامور اللي ما موجودة احنا نقول بعجدنا ماك الحمد لله هذا البيوت هذا البيوت هذا البيت عيسى كالي هذا عيسى كالي الله يرحمه خادم الحسين يذكرون انا بالنسبة لي ما شايفه بس شوف هو ما عنده ذرذية لكن العمل الصالح اللي قد يكون سواه واللي اليوم احنا نذكره اليوم من طلعه بالتصوير يترحمون الناس يترحمون اللي ذكرناهم ومفاتح الأرواح أمواتهم وأمواتنا هذا الانسان كان خادم الإمام الحسين عليه السلام هذا البيت يعني هو بالضبط هناك كانت بابه وتعمر يعني هوايك اختلافات بالوضع هذا أو هذا يعني هي المهم هو هذا اللي موجود اللي حقنا عليه ما لاحقنا على الشخص بس اللي قبلنا يذكرون قال هذا البيت مثل عيسى كالي قال هذا خادم الإمام الحسين كان يشتغل يعني دائما كان الوكيل الأراضي ما البيت حجي مجيد يعني شنو الوكيل باعتباره هو المسؤول يروح يرهم شغلات هنا لا هذا مو إلها هذا مهد الشوباز هذا الشخص يقول كان يعني خدم بالحسينية هاي الحسينية ما البيت عبدالي هي هاي حسينية عمار بن ياصر هاستة اسمياتها الجديدة دائما قبل القهوة اللي كان يسويها عيسى كلمة ها يسويها يعني للناس للمواكب الحسينية فهذا اليوم احنا نذكرها يمكن هذا النتيجة للعمل ان شاء الله الفاتحة اخوان اللي اسمعوا هذا البيت اللي بصطوه هذا الفرح هذا بيت صاحب عبدالعيسى الله يرحمه ابو مهدي هذا من هنا انا اللي احنا لحقنا عليه اي 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 هذاك من هناك بعد اه يجي بيت عاصي وبيت حجي مجيد اللي منك وبعد هذاك شارع انتم صورين هذا البيت ما اعرض بالضبط انا المنالمة اللي حقنا بيه هو البيت اه صاحب عبدالعيسى اي بعد المن سابق هذا بيت اه حاليا احنا اللي حقنا عليه بيت خطير شبه بس اللي قبله كان بيت اه فيصل ابو غازي صاد غازي الشحماني الموجود هساب الكوته هذا بيتهم الاولي اه نوبخ ذو بيت ابو كريم بيت خطير شبه اه يعني ساكنين بيه هما ايه المرحمة خطير شبه بعد ما شاله يعني هو لما ما توفى الله رحمه خطيره توفت ام كريم الله يرحمها اه بعد هما شال عماده بديش الجهه كريم شاله بديش الجهه وبقى نوبها ساكنين به جماعة من خارج جصان هذا بيت حسن حميد ايه هذا قبل مطار اكيد اعني هسا نزالات مع المي يسمون هس قبل ما اكوا هذا الجضع نجيبه من البستان نحفر البطن مالته نحفر البطن مالته ونسويها ندقلها تنكة حتى لا تخيس بالمي نثبتها داخل البناء حتى يخرج مال السقف ويذهب بعيد على الحائط لان هذا الحائط هذا يوقع منه المهم ما يعني بساطة الهالي المنطقة هذا الهنا كانت الباب من هنا بيت حسن حميد بيت حميد خلف عليه هذا البيت الله رحمه ابو فلاح هنا كان ساكن ولا زال هسا يعني البيت عامر وحولوا الباب من هناك عادوا وبنائه هذا البيت بيت حجي اسلومي ابو جابر جابر اسلومي هو احنا حد ما باعه هسا هذا اخده موسى مشهدي حسن هو وهذا ابن علي السيد ابن علي السيد ابن علي السيد ابن علي السيد ألى أغلبت بيت السيد أغلبت بيت السيد محبوب هذا هذا بيت حجي السلومي ابو جابر سلومي جابر قال بيت موسى السيد صبر علي هذا البيت سلومي ساكن بها حسن مجيد ابو فالح. عباس فرحان فرحان. هنا بيت كان اه شاسمه اه استاد اه اه صاحب فيصل. اين? هنا واحد من هاي. كان هنا هذا فرع هنا كان كان بالضبط هنا يعني متفلشة لبيوت ومختلطة. فكان بيت صاحب فيصل ابو مهدي هنا بيت خطير الخيار. هذا الفرع ما البيت اه اه اي اه اه انا ردنا نختم في هادة العجد. ايه هذا. عاجد بيه اه عثر من السيد اه بيت سيد محمود يتي? بيت سيد محمود من هناك. فيت اه هنا كان بيت صالح اه بيت كارم صالح. اه 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 شوف يعني هو هاي البيوت اه بيت هذا بيت غني وحايد بالضبط هاي الباب هنا كانت بالضبط هاي ابو فالح هنا بيت غني احنا بالضبط ما اتذكر يعني بيت خضية العلية يعني هي هاي المنطقة على العموم يعني بيت عباس المولى وانساكنين بالضبط وياهم وانعدهم ما اعرف يعني ابو جاسم اكبر من عدي بالعمر يعرفهم بس احنا اللي اتذكرى يعني بيت كاثم صالح هنا انا اه بيت اه عباس خضير اه اه هذا الهنانة عباس خضير الخيار بيت خضير عليا ايه 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 هناك بيت على خضير كان في هذا البيت هناك كان ساكن بالضبط هاي اللي بيوت تشوف. ايه. هاي هناك بيت خضير عليا وانحما هاي ايه فهذا هنا هانا بصفة بيت عبو الجيج وانتذكر. ايه. هالا بيت سيد محمد. هاي هناك كان هذا هذا الهي طبعا ما واصل هاي. كدربونة هنا بيبان هنتذكر عليه. ايه. ايه. ايه هاي البيوت هنا شانت بيبان نتذكر. ايه نتذكر هاي دربونة هنا شويش مو هي تشد بناء. فاكو بيوت بالضبط بيبان سيد محمود. ايه مني هنا انا يعني بالضبط ايه. لا منا هاي شان هنا. هذا هنا شانت شانت باب هنا وباب هناك بالدربونة نتذكر عليه هنا احنا. ايه. ايه. وهذا الفرع بيت احمد عبويت. هذا الفرع بعد البيت احمد عبويت. هذا من هنا بيت قط عبد ياسين. هذا. هذا بيت. كننطلع عبوبل. ايه نطلع من هنا. هذا لها بالعكس هو اليوم احنا ان شاء الله. اه هذا بيت قط عبد ياسين كان هنا الباب من هنا بالضبط. الله يرحمه. اه. اه. هس هم ساكن هنا بنوها. اتذكر احنا شاركنا بالبناء من الامور اللي كانت بهاي المنطقة وعجدنا احنا نقول عليه. آآ. العمل الشعبي البياناتنا يعني دائما يعني مثلا انا عندي شغل باشر راح ادقى الباب على جيراني باشر عندي شغل. تعال اطلعوا اياه. عونة. عونة هي. هاي ببنى صلت العونة. اه. يعني كل البيوت هاي 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 ممكن هاي لاجود هاي. كننا مشاركنا بينا. انا اذكر هنا هذا البيت مشاركنا بيه. بيتنا هما اجوا ونا شاركنا. اشان ابو حسن علي. نعم. والله رحمه محمد ابنهم همشان. يعني شانه آآ كلنا نجمع سواء مثلا نطلع على بيت اليوم عنده عنده شغل. هذا بيت احمد عباد. وهذا هذا المن? هو هسه بيت عبد ياسين بالاصر. ايه هذا ابن آآ بيت ابن احمد عباد ابو مرتضى بيت مرتضى. ايه هو مفقود يعتقد بالحرب العراقية الايرانية. هذة هناك شان ساكنين. آآ هذه آآ فترة سكن بواحد من هؤلبيوت. هذي آآ آآ بعدين. آآ سكن به هذي هذي على هذي احمد عباد هم بابو حسن هنا سكن. آآ هنه قلت لك يعني هنا تغريبا هذا البلوه كلهم بياناتهم. هذا بيت هذا البيت. هسه البيت. ياسين. ياسين احمد عباد. هنا كلها هوا تغريبا هوا اللي ساكنين بي هم ذول يعني هي بشوف اختلفة البناء اختلاف وبعد من طاحن هنا هنا. هذا البيت اللي مقابلنا من اولاد الله رحمة قط عبد ياسين هذا ابو عباس حسين. اي اه هذا اللي احنا نذكره هذا بيت اه اي هذا بيت حمزة بيت حمزة ابو محمد. ها بيت شعيب لي حيحنا نذكره çمخي من هنا فشان احنا ساكنين هناك.ـ؟ اي..لأ بيت صادق هنا قاعد. هذا قاعد بيه فترة صادق. هذا بيت جبوري.ابو حسين جبوري كريم جبوري. هناك بيت جبوري ابو باسم باسم جبوري. احنا كنا ساكنين بي.هذا قاعد بيه ستار جبوري. احنا كنا سكننا فترة بيه تقريبا هذا بناء جديد هذه خرابة الشكرة هذه ملتقة هذه المنطقة كان الساحة طبعا ما بيها لا هذا البناء لا هذا البناء من هنا هذا شن خرابة الشكرة هذه تلقي كل العجود تلتقي هنا تلعب دعبول مثل تلعب أجعاب كل شيء بموسمة خريطة يعني هي تقريب هذه المركز المنطقة يمكن أن تذهب لعجودك تلقاعدهم هم في مكان يجمعين به بس كصية خرابة الشكرة يمكن كلها تذكرها ما موجودة هذا البناء هذا شوية من هذا البناء نحن نلعب طوبة هذا هدف كان عندنا هذا هدف هذا البناء ما موجود هذا البناء ما موجود ابو بحر كلنا ابو بحر ابو بحر نتذكر هذا البناء هذا البناء هذا البناء هذا البناء هذا البناء شوية متقدم لي جاي هاي الباب بالضبط هاي هاي هي بعتها حتى الاثر نالتها هاي كان الله يرحمه أبو بحر عند حمال هو ينقل طحيني لعنده طحيني لعنده حاجة المدري شنو هو الله يرحمه كان أتذكر لحد الآن متحزم باليش ماغ مالتها ولاف عرق شينو ولاف هذا نبراح للكوت ونقتل هناك يعني ما عارفوا حتى القاتل مالتها ما عارفوا هذا بيت أبو علي موسى مشهدي حسن هذا بالأصل همه لهم كان ساكن بي بالضبط هاينا ما استذكره يعني البيت بالأصل موسى بعدين أي بيت مشهدي حسن كان هناك في هذا الفرح هذا الشارع ما البيت مهدي منصور العجل هذا ما البيت مهدي منصور هذا بيت خوالي هذا بيت صاحب وبيت مهدي منصور هو الأصل بيت شاب أمين بيت حميد منصور هذا بيت عيدان صالح قاعدوا بيت عباس المولة فترات الثمانينات ان شاء لو بيت عباس المولة بعد قاعد بقاسم بن زيدان هذا اكبر بيت تقريبا بالمنطقة يعني منه يمتد يروح البيت سيدك هذا من الظهر مالتي يعني بيت شبير واسع ايه معروف عليه انه هذا البيت هو بيت هاي شبيري ناسولك على هذه البيت ما هي بقت وراك هذا هذول كل هنجد ساحة بس هو بعدين تبقى حاليا هذا بيت ابو حسن عباس حميد منصور ايه سابقا بيت عاشور هذا بيت عاشور عاشور بس هذا بيت بالضبط المن معرف هو يمكن عمره هو كان ساحة يمكن تابعه البيت وبحر وطلع الباب من هنا المحتق بس هو عمره بس ابو حسن قاعد به هذا بيت عاشور بيت عاشور ابو علي الله يرحم عاشور ابو صفر هو يسمون هذا هو هنا يعني هاي الباب مالتا الاولية سكنوا بناس هواية بس وبعد هوس حاليا اي كانت الشغلة مالتا هو هذا بيت عبد عيسي اي بنوه بعدين بلوك هذا بالثمانينات كلها اي كانت اليد العاملة المصرية تشتغل كان مقاول اسمه عاطف بنه تقريبا ثلاثة اربعة بوجه الصان هو وعماله اي يعني شان دينار العراقي قوي كل العمالة المصرية هنا تشتغل شوف هاي كلها ابناها هاي تذكرها اي نرجع هاي الديوانية ما البيت صحوب عبد عيسي شان نحن نتذكر عليها صغار هو الله رحمه اصحب عبد عيسي هنا دائما شان يقعد والنار قيلة مالته وهنا عند الحلال مالته هنا بعدين نسب نوه هاي هاي المضيف هاي المضيف مالتهم من اول يعني هو هذا حشائر وما حشائر بعد هما اي هو يشتغل بالبيع والشرط شان الله يرحمه نعم هسا احنا مثل شين وين استاذ على الفرع نرجع على الفرع مالتنا حتى بعض شان بيت نستذكر هين فرع بيت عبد اللي اي هو هذو اللي بيوت تقول ليش يسمو يعني ما قلت لك هما كلهم عمام وكلهم اقارب وكلهم اه يعني اي شنون احنا نقول بيت واحد حتى احنا يعني بالثمانينات والتسعينات لما نسكننا هنا كأنها بيت واحد هاذ يعني هاشوف هسا هذي هذا شان الله يرحمهن اللي راح عن النساء الكبار يعني امهات الشارع كله امهدي هذا مكانه هنا ام كريم عارفة هنا شانه يقعدن هنا هذا طبعا منا الهنان العصريات اه يقعدن كلهن اي النسوان الكبار كلهن يقعدن هنا واحنا من نيجي نقعد يمهن باعتبارهن امهاتنا ما كو يعني مثلا هسا اليوم هذا فساد الباب ودوج درب ومدري شنون لا بيت واحد هذا هذا الشارع كأنما عائلة واحدة اه احنا هاي البيت عمل نستذكر في الموقف يعني احنا كنا صغار اه ساعة بالعشرة الصبح طبعا تنفتح الاذاعة نعم فلام كارتون يبدي ساعة بالعشرة نعم كل الشارع جهال الشارع كله نلتم بالديوانية ما البيت اه حاجي خشان ما نستذكر في الموقف كل يوتنا قاعدين شون للصوف نعم يسفتحونا التلفزيون شون فلام كارتون من دكتور خلدون الاستاذ محمد السم دي للثانوية استاذ مصطفوي يعني اشان اصغر من عندنا واخوتي واولاد ابو احمد وكلنا نجي معنى بولد وبنات نقعدين هنا نشوف لام كارتون وفلام كارتون لوغ لانديزور مثلا يطلع لوغ لانديزور مثلا يطلع لوغ لانديزور كنا نقعد هنا يعني نشوف عن البيت واحد مثلا هاي عن اللي شنا نذكر هذا الفرح طبعا نشوف شوية وحكي لها شوية مقاطفات أياما قبل هذا يسموه كله بيت واحد شان شانكو هنا اذكر باب هو حتى مكسوم شوف القسم حتى بناء اقديم يعني شان يقول العطوف ابو خيون جماعته هسا هنا هذا بيتهم صغيرة هنا هذول شوف البابين متقاربان بيت عطوف اي ابو خيون وهي هنا شان حتى بيت مشتري بيت حجي خشان واضامة بيتهم هذا اللي شوف ذول البيتين بالضبط احنا ندحقنا عليهم بيت اه انا ما لحقنا لحقنا على الحجية الله يرحم حجية قطوة بيت عبو دمين واخوه بيت واحد وقاس مين شوف حتى من بعدين هم بقت بقت لتقارب البيت اي شان نذكر هنا الحجية نجي يمها حجية قطوة الله يرحمها رحمة الله على روحها بها اليوم وكل يوم والله حجية قطوة مالت عبو دمين اصير خالط بيت علي حجي صاد مزاحم عفوا بيتهم وبيبيت بيت اولاد راضي خشان شنو شان تزرف الاذانات البنيات حتى حطهم التراشية حتى مني خوفونا واني قلنا تريد لكم الحجية الله يرحمه واني هنا نجي نقاط ديامها قلت لك جهال احنا هي اخر فترة سكنت يعني اجت هنا انا وبيتها هذا تروح على بيت الساد راضي وتجي هذا بيتها بعدين اشترى رشيد رشيد حميد وواحد قاعد بي صالح عبد هواشم سوائل احنا نقول عليه بو مهدي سكنه وبيبيت وحتى نفس الليبان بعدين سكن بي بشير بنحجر شهد وحمد الله بنا هذا اللي احنا لحقنا عليه سكن بي ابو محمد اه بعدين محمد يعقوب احنا يدي سكن بي حميد ابو محمد بيت وحيد سكن بي نوب رجع سكن هنا ونوب سكن عباس النجار ب هذا البيت هم رجع هنا بعدين من نوب سكن بي محمد يعقوب هذا الفرع هذا الفرع الزغير طبعا هذا الفرع هذا الفرع الزغير هذا المقابلنا كان بيت اللي اخذوه بالبعدين بيت حجي شكير وابوهم وابو حجي شكير وهذه الباب اللي سوووها بعدين بيت مهدي شيخ ياس بيت مهدي شيخ ياس اي هذا من هنا هذي بيتهم بالاصر؟ بالاصر اي بالاصر احنا قبل يسولفونا اهلنا احنا ما نعرفوه ما لاحقين عليهم هاي الباب بالضبط كانت هذي وهاي مقابلها الباب الثاني قالوا هذا بيت حجي شكير يعني ابو حجي شكير هنان هم ساكنين هنا النوب بعضين اخذوه بيت اليو يعني احنا نسميه اليو ومحمد وحسن كانوا بالحايفترا ورجعوا هنا النوب بعضين اخذوه بيت حجي رشيت رحمة الله على روح حجر راشد ابو بشير هنا شانت هاي برضا اي والله احنا يعني اليوم ذكرنا جملة من الاموات الحمد لله هما شوفوا الطيبين ينذكرون يعني ان شاء الله نرجو من الناس اللي تسمعنا ان تقرانهم الفاتحة ترحم على ارواحهم بدرة وبدرة طيبة ان شاء الله بهاي المنطقة وهم اهل يعني شوف نذكر هاي الشجرة كانت هنا ونخلة هاها كانت صغيرة ستيلة بنزرعوها من جهة جرشية الله يا رحمه نا بناء هذا اذكر من جابول بلوك وبنو هاي بالثمانينات هاي الباب مالته وهذا شنه هنان بيت اليوميك سكنوا بنا وبسكن بيهم محمد يعقوب فترة وهم شعال هسا فتنا حوله الباب منك بيت الحجي شوف هاي يعني شانت هاي هاي راجع لي المحمول ايه لا المحمولة منك انتي هاي هم قريبة يعني هاي البساتين من منطقة ملاسقة ملاسقة شوفوا يعني احنا هنان شن نقضنا بطفولتنا هنا يعني هاي طفولتنا كل نقضناها هنا هاي بيوتنا هاي بيوتنا يعني كلنا نعتبرها بيوتنا شوفوا اول ما تطلع عن من الصباح تلقي هاي البساتين جدامك يعني فد منظر هذا الخندق يسموه هنا مجمع مال مي نسمي خندق باب الزغيرة ايه لان بيوت جصان تعرفون هاي معروفة عندها هالجصان انه جصان مسورة بسور ولها ثلاثة ابواب نعم الباب الاول يسموه باب الكبير اللي هو منك من اول ما تصعد من القراج وهذا الباب الصغير فليش يسمونه خندق باب الصغير نسمي خندق باب الزغيرة هو من هنا وعندك عشدك رايشو من هناك همي اكو باب اخرى اسمها سراحة من بالي اسم مالاتها بالباب باسية المعروفة باب الصغير وباب الكبير وباب الكبير شوفوا هاي البستان مال ببيت جابر ابو فالح الله يلحب وحلال همو بنا وهنا هم قابل الجسم شوف فد منظر يعني فد منظر يمكن آآ يعني نقلها نظيرة مثل ما يقولوا احنا لو عدنا ايه شوف هاسا طلعوا الباب من هنا على الشارع بعدين هم هاي البيوت بس كان بي آآ آآ نزار شوف هاسا هذي هنا هاي الشارع هذا بالثمانينات سووا شارع ما يدور ما يدور جصان يعني شوية أنطل المنطقة توصل قبل ما توصل سيارات فالشيء اذكر يعني من سووا هذا الشارع صبوا وهاي البساتين يعني ضربا شوف هذا هنا هذا الصبوح من تطلع وشوف هاي البساتين او المغربية تقعد هنا اذكر يعني من الشيء دائما ببالي ما يروح عن بالي الشياب الله يرحمه حج خشان الله يرحمه بيس لفته الله يرحمه وحيد هشكا شانا وهنا يلتقوا هنا يقعدون شوف هذا هنا هذا هنا يقعدون لو هذا قعدتهم بيس لفته الله يرحمه هنا هاي قعدتا نجي نقعد يمه يسول فينا يسول فينا احنا شنا صغار يجي يسول فينا وهي شنا وهي شرحنا وفاضل عباس الله يرحمه من هنا راح تبدي عندنا خلنيني ايه يمه هذا من هنا اه خلي شوية نصور ايه يعني شوف المناظر ممكن نقول احنا مو بجصان حقيقة يعني فهذا شيء يفرح القلب يعني من هنا تجي ما ننسى يعني قضينا طفولتنا هنا يعني هذا البيت يعني أنا من صغير وبانيهم على ايدي بعدين عمرنا وكملنا لما ما اربع اه اجيال يمكن خمسة اجيال هوا ساكنة بهذا البيت وكل بيوت جصان اه هذا يمكن لو تمشوا إياه لي هنا أنا اه بيوت عليكم السلامة اهلا 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 بيت الله يرحمه حسن نحن نسميه حساوي هذا هذا سراح نطبي هو 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 زوج جميلة الله يرحمها جميلة فيها اليوم وكل يوم يرحم حساوي ويمكن مرة ما كو طيبتها على بساطتها كانت اهنا هذا هذا بيتها هذا بيتها رحمت الله على روحها هو هذا احنا يعني قطينا طفولتنا طبعا هذا بيت جميلة الله يرحمها وهذا بيت حساوي نجل كان عنده يعني يجيب صريم قبل كلها وصياد ايه هذا البيت ابو صالح مطير مطر صالح رحمة الله رحمة الواسعة يعني انسان طيب خير ابو المواقف والله احنا بالنسبة لنا يعني ابو المواقف ابو صالح هذا البيت ايه هذا البيت طبعا اكو اعمار عليها مو هيت جان يعني اكلان اختلفين بصفه كان بالضبط بيت اخوه بيت بربوتي هو الركن الركن مننا وهيج هو بيت بربوتي بيت بربوتي الله يرحمه رحمة الواسعة ابنهم هم ماجد استشهد وصفي اولادهم عباس حسين هم هذولا اللي كانوا بهذا البيت وبعد من هناك بيت محمود محمود هاشم هي هاي البستان نفس هاي بيت مال بيت حجي ماجد باننا تبتدي تنتهي الهناك هي اللي نسميها احنا ام الولاية اي هاي 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 ام الولاية هاي البيوت يعني انتغيرت اي بناء ابو حسن علي ابو محمود هاشم بناء اي هاي هاي اشتراع هادي جبوري لا هاي السمان اي شاء الله اي ناري دي القديمات القديمات هو هذا هذا بيت حجي ماجد معروف يعني بيت حجي ماجد هذا المظيف من هنا الله رحمه ابو فراس بعد قعد بي وكله كل بيت حجي ماجد يعني هاي شاهنا سواء باب خارجية حتى للقراج مال السيارات وعدهم وعمار اي عمار اكيد اي هو بناء هذا بيت ابراهيم ابراهيم مارزه وهذا هم عمروه ورتبوه رتبوه من ديش الجهة اما هاي هنا يعني فد مخازن ما عرف ايش من الضبطه ومن اول هو هذا بيت اه ابو خليل هاي منه هاي حسينيات عمار بن ياسر هي حسينيات بيت اه معروفة هاي امال منطقة هاي الصافح ما اسميها حسينيات اي حسينيات عبداللي صالت اسم الموقبه حسينيات عمار بن ياسر اللي بنت هاي بالثمانينات لحقنا هاي البناء الاول القديم اي والنوب عراد الله يرحم مهدي محمد علي احنا معروف عليها مهدي الشوباز رحمة الله على روحها هذا احنا ما شايفي انا بالنسبة لي ما شايف بس الناس الذكرى وكل من يسوي عمل خيري انطبيته كان الحرم طبعا حرم القديم هناك حرم صغير كانت اللي اقاموه الاهالي جصان بعدين صغير الحسينية نطبيته وسو هذا الحرم هذا الحرم كله انبنى هو تبرع بالبيت مالته حتى يكبرون الحسينية فانبنى هذا البيت عفوا نهد البيت وانبنى بنتي الحسينية نستذكر احنا كنا استاذ عبد نصعد طابوق بالليل يعني ما تصعد السيارة مع الطابوق يذبونا الدبلات مع الطابوق هناك ويجي بنا شان قرص النعناع وينطينا ونجي يعني الجهال مال منطقة مال هاي الصفحة والشباب ونتعاون وعمال وننقول يلي نصف فينا دبل دبل وننصن صعدة طابوق الجمهوري وزع علينا قرص النعناع ونصعد وانشاء اساهمني اتذكر انا من قاموا يبنوني هذا الرجل الخير اللي هو مهدي محمد علي الله يرحمه برحمة الواسعة قلت لك انا ما استذكره ما اشايفه بعين ما كان عنده ولد ما زوجته هو زوجته عنده مزوجة اثنين اعتقد المرة الاولى عندها ابنية ما قدها غازق قطوف ايه واحد من المؤمنين اللي قابل برضوئيا قال انا فتت من هذا الشارع بالضبط هي صالف لي قبل شوية ايه على مهدي مهدي الحمد علي شف العمل الخير مني قدمه انساني باخلاص شلون البدرة هذي تنمو يقول اذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث ورد صالح ان يدعو له او عمل صالح اه هذا يقول فتت مني هناك انا ما صعد بسيارة اخر موديل اه انتبهت انه هذا الشخص اللي هو مهدي محمد علي قاعد بهاي السيارة اه اه هذا الشخص كأنما هو فايت هذا الشخص اللي لاقي بردوئيا لاقي كما كأنما سيارة اخر موديل وهذا الشخص اه مهدي قاعد بسيارة الوحدة يعني يقول البالي كأنما رحت ورجعت هذا الشخص مو متوفي هو توفى الشخص اتتجابه بصفحتنا يعني ليش جاي هنا يقول يقول انت اتجابك سؤال المبالي هو هاذ يقول ما وصلت يما اتغير الفكرة يقول انا ما قال ،ت لак انت موالي ليش لمعندك خلفها يقول تغير اسلوور يقول اه اه انت موامتي هذا السؤال يعني هذا السؤال أنت مميت شو اليوم شفتك هنانش جابك يقول رأسنا أنا طلعت من لساني إنه قلت له ليش ما عندك خلفه يقول هو ما حجب بس أشهر لي علي حسيني وهذا موقف يعني إحنا هذا الشخص الله يرحمه برحمته الواسعة وسلم هاي بدرة حسنة فشوف يعني إحنا هسا اليوم الذكرة والناس يمكن الذكرة وممكن قبل شام يوم هن ما عندهش إنشان الكلام قاعدنا بمكان هنذكرنا وما عنده خلفه فالذكر هذا العمل الصالح هو اللي يخلى نذكره هذا بالدنيا الله أعلم إن شاء الله سبحانه تعالى قدم من منزله خادم الحسين إنشان يعني وقدم هاي الحسينية وأنطاها أنطا بيته وهاي الحسين إحنا اللي حقنا عليها قبل لا يصير بيها هذا العمال هذا الحرام إنشان حرام صغير بقوام بالمناسبات والفواتح طبعاً أهال الجصان إحنا ما كو شوادر ومش كلها بالحسينيات يعني أغلب شيء من قبل كان هذا صغير كبره هو سعه هذا ببيت مهدي شوز ثم هسا بعد واراة 2003 ردت يعني بنوها بناء آخر هذا البناء سيكون مفتوحة الحسينيين طوب سووها يعني في الترتيب الجديد أولاً بلنا مال جصان تقرب على ترتيب؟ منها هذا بيته من هنا خلف بيت أحيد صشم الله يرحمه أحيد صشم يعني هو هذا الخلف مال جصان معروف خلفه هسا من هذا بيته هدني البيت المن راجعت معكم هدني قبرت أنه ساحة كل ساحة هاي شانت بعديه أنه صارف هدني أنه عليا على المرحومة ايه الله يرحمه هذا احنا أنا ما لاحق عليها حقيقة بس عرف أنه هذا البيت من أبناء بناء وحيد صشم هذا البيت من أبناء يعني شان شان خلفه معروف يعني أنه نحن نطب منه هنا شان بيته صار بالفرع هذا الله رحمه يعني شان معروف معروف بناءه والعمال تشتغل وياه وتقريب كل جصان بانيه هو وكان ذاك الوقت يقولون يصرفون عليه أنه مو شان ما شان يجي يطلع العامل لا عامل يكون عامل يقده مثل هذا بيته شانت هذا الفرع بس وصارت شان هذا الفرع واسع يعني بعدين منه سده والباب طلعه وهم ديش الجهة هذا بيته من هناك الباب هل بالنص؟ بالنص ايه بيته وحيصتش من القديم بيته واسع وشبير منه حتى بينخلص منه هناك عبد الرزاق بيت عبد الرزاق هذا الشارع بيت عبد الرزاق وبيت سلمان بيت حجي صلى الله رحمه هذا الشارع خرج الأجيال يعني حقيقة يعني من استاذ هاشي مجرم المجالات مجرمي يعني الحمد لله طاقات علمية من هنا أنا الحمد لله يعني جصان شوف لو يمكن نختم يامك استاذ كيف تشيل الختامة إن شاء الله؟ نحن بختام هذا اللقاء نحب نوجه فتكلمة لأهلنا وناسنا بجصان الطيبة هاي المنطقة العريقة لن نعتبرها إنه هاي يعني فتكلمة لأهلنا بجصان تروح أنت وين ما تروح ممكن تروح تطلع خارج الجصان خارج هاي المنطقة يعني تشوف نفس الحنية اللي كانت بأهالي المنطقة تلقيها بعدها بأحفادهم وأولادهم وأحفادهم نفس الحنية أسمع بك جصاني كأنما عايشوا يان حتى اللي شاء اللي الكوت تشوفها مثلا تشوفها هواي المنطقة هاي تروح تسأل بالحي أكو من أهالي الجصان بالكوت أهالي الجصان بالنعمانية أهالي الجصان حتى وين ما تروح يعني متوزعين ليش المنطقة ما بيها عمل حقيقة يعني ليش منطقة نسميها احنا منطقة طاردة بيعتبوا شبابها أغلبها يعني من يصير لا ماكو مستقبل بهاي المنطقة يعني حقيقة إنه لو عندك مثلا عمل تشتغل بهاي المهني البسيطة لو زراعة أما غير مجال لا ماكو فالعالم اضطرت إنه خاصة بالثمانينات بداية التسعينات اضطرت أن تهاجر من هاي المنطقة راحت للكوت للمحافظة مركز المحافظة أو للمناطق الأخرى يمكن تروح قلت لك مثل ما قلت لك النعمانية أغلبها جصاصنا تروح للحي أغلبها جصاصنا وغيرها وغيرها من المناطق ليش فرصة عمل غير مناطق احنا هاي منطقة مثلا لا واقع على نهر لا على طريق عام فتكون معزولة يعني محدودة بالأرزاق لذلك تشوف أغلب هالي المنطقة يهاجرون وهذا يعني آخر ما نحب نقوله والحمد لله ونسألكم الدعاء إن شاء الله إن شاء الله يعذرونها بالماء بالماء بالمسينات ايه والله يعذرونها يعني احنا قدر قدر اللي نعرفها أما هي الأحداث اللي بيها والبيوت يمكن واللي ساكنيها يمكن أكثر مما احنا ذكرنا بس هذا اللي حد عمرنا وحد ذاكرتنا اللي الحمد لله والشكر ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطاهرين